أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من برنامج متابعات على قناة الاقتصادية الأولى والذي نرصد من خلاله أهم المستجدات الاقتصادية على الصحة الوطنية والدولية موضوعنا لنهار اليوم هو مشروع السد الأخضر بعث جديد برؤية تنموية واقتصادية هو برنامج بدأته الجزائر وقبل عقود لمجابهة ظاهرة التصحر أما اليوم فقد عملت على إعادة بعثه برؤية استراتيجية جديدة اقتصادية وتنموية واجتماعية ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة رتيبة عربادي وهي نائبة مدير السد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية مساءك سعيد وأهلا بك وشكرا على حضورك معنا في البلاتو سيدة رتيبة مساء النور شكرا على الاستضافة طيب مشاهدين قبل نستهل نقاش هذا اليوم أدعوكم وأدعو ضيفتي الكريمة لمتابعة تقرير حول إطلاق مشروع بعث السد الأخضر من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبإشراك مؤسسات ناشئة التقرير من إمضاء أميرة مكيدش بإشراف من رئيس الجمهورية تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتطوير سد الأخضر ورفع مساحته الخاصة بالمناطق السهبية على نحو يفوق 13 ولاية عبر 183 بلدية حيث سيتم غرس مليون هكتار كبداية إقحام الخبرة العلمية بإشراك الطاقات الشبانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة في إعادة تأهيل وتطوير سد الأخضر وحماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التسحر وزحف الرمال نحو الشمال سيسمح بالاستفادة من ابتكاراتهم في تطوير الزراعة خاصة مع توفر المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحية مقاربة جديدة ترتكز عليها الجزائر لإحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي وإشراك الجميع في مشاريع غرس أشجار مثمرة ومقاومة تتأقلم مع التغيرات المناخية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني العودة إليكم مشاهدنا الكرام وأهلا بكم مجددا ونبدأ النقاش مع السيدة رتيبة عربادي سيدة رتيبة مشروع السد الأخضر يعود بعد عقود بعض عقود أقول ارتأت الجزائر أن تعيد تفعيل هذا المشروع سؤال حول أهم المقاربات الجديدة في مشروع إعادة بعض السد الأخضر في الجزائر صحيح هو أنه في 2020 خلال اجتماع مجلس الوزارة أكد سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بضرورة إطلاق إعادة بعض السد الأخضر لكن هذه المرة بمقاربة وباستراتيجية وبرؤية جديدة كيف هي هذه الرؤية؟ هي كمشروع صحيح أنه مشروع لمحاربة التصحر لكن هو كمشروع لتنمية مستدامة بكل أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشروع السد الأخضر كان انطلق يعني في 1970 كان فيه بعض النقاط السلبية وبعض النقاط الإيجابية نحن عبر هذه يعني بعد كل هذه السنوات استخلصنا عفوا بعض الدروس اللي راحين ندخلوهم في الاستراتيجية الجديدة مع أنه إضافة إلى أننا رانا في 2023 مع انتهاء هناك تقنية جديدة هناك دراسات جديدة هناك كل هذا سراح يساعدنا وساعدنا بوضع هذه الاستراتيجية كان في 2022 5 مارس 2022 كذلك في أثناء مجلس اجتماع مجلس الوزراء سيد وزير الفلاحة وتنمية ريفيا كان قدم أو عرض هذا المخطط هو هذه الاستراتيجية فيها محورين محور الأول هو المخطط العملي والمحور الثاني هو كل هيئات هي وضع وهيئات للمراقبة والتقييم والتنفيذ هذا المشروع هذا المخطط الذي قدمه وزير الفلاحة وتنمية ريفيا يشمل العديد من المحاور اللي أحبت أن نفصله بعد قليل ويمتد إلى سنة 2030 من 2030 إلى 2030 فيه العدد من المشاريع عدد عدة محاور عدد إلى آخر كما أنه أدرجنا كل ما هو علمي بحث علمي يعني هذه الاستراتيجية الجديدة راح تكون مرتكزة على كل ما هو علمي يعني ممكن تقول أن أهم هذه المحاور التي يرتكز عليها بالطبع المحور هو أهم شيء هي ركيزة أي تنمية هي أنه يكون بيئة سليمة تربة سليمة وغطاء نباتي سليم لذلك المحور الأول والمهم هو إعادة تأهيل الأراضي بإعادة بالتشجير والغراسة بإعادة تفعيلها نعم بالغراسة هو محور الغراسة لكن هذه المرة الغراسة في هذا المشروع هي مختلفة للسنوات الماضية لماذا؟ راح نكيف الغراسة على حسب طابع كل أراضي مساحة الشد الأخضر هي 4.7 مليون كتار فيها 63% هي مناطق سهبية رعوية لذلك راح تكون غراسة في هذه المناطق راح تكون غراسة رعوية لماذا؟ لراح تساعد الموالين على زيادة الوحدات العلفية هناك غراسة كذلك السد الأخضر فيها 18% هي مساحات غابية راح يكون غراسة غابية في هذه المناطق و19% هي مناطق أو أراضي في لحية راح يكون غراسة في لحية أشجار مثمرة في هذه المناطق يعني حتى في هذا التشجير الكامل لدينا معلومة يعني نقدر أن نفصل أكثر لأنه أدخلنا أشياء جديدة حتى في أنواع الأصناف يعني الأشجار أصناف إلى آخره المحور الثاني هو كل ما هو أشغال للحماية مثل حماية المياه والطربة عبر يعني الكوريكسون طغنسية لتعلوية الأودية إلى آخره وهناك المحور الثالث اللي هو مخصص للسكان المحليين هي كل ما هي الأشغال استراتيجية كفك العزلة المياه إلى آخره نفصله يعني بعد ذلك اللي أحبيتي نقطة بنقطة لأنه يعني عندنا كثير أشياء نقولوها في حصة وحدة المحور الأول دونكي لحبينا نفصله محور الغراسة كيف النظرة الأولى يعني النقطة المهمة هو إدخال السكان المحليين لأنه مشروع تاع 1970 ما قداش باعتبار احتياجات وخصائص يعني اللي يحتاجوها السكان المحليين أما في هذا المشروع النقطة الأولى والمهمة العامل المهم هو أخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان المحليين لذلك في الغراسة الغابية راح تكون أصناف تتحمل يعني مقاومة يعني خاصة فيما يخص الجفاف وكذلك أصناف دات قيمة اقتصادية وسريعة النمو لماذا دات قيمة اقتصادية لأنه في المستقبل السكان المحليين رحين يقدروا يستغلوا هذا الأصناف كزيتون الخروب الفستق إلى آخره هذو كامل الأصناف يستغلوها في المستقبل السكان المحليين لزيادة مداخلهم وخلق مشاريع جديدة في المنطقة في الغراسة الرعوية كنا قلنا أنها غراسة رعوية ووضع محميات لفتحها بعد ذلك من أجل موالين المنطقة لزيادة وحدات العلفية وحتى يعني طريقة فتحها رح تكون طريقة منظامة ومدروسة رح تكون على شكل دوارات يعني بشي الغطاء النباتي ما يدهورش طريقة لا يكون هناك استغلال مفرط للغطاء النباتي في هذه المناطق الرعوية معناتها رح ينفتحه منطقة بمنطقة يكون ينغوطاسيون في هذه المناطق في المناطق الفلاحية رح تكون غراسة أشجار مثمرة عند الفلاحين طبعا بطلب من الفلاحين هو رح يطلب الأصناف ليشوفها مناسبة لكن بمرافقة علمية من طرفنا يعني رح ينوجهه إذا كان هو طلب صنف المحشية ينجح في هذه المنطقة ولا يستهلك مياه كثيرة احنا رح ينوجهه علميا ويعني بطريقة لأصناف تكون أحسن يعني بالنسبة له هذا فيما خص الغراسة الآن في المحاور قلنا كان محورة الحماية أشغال الحماية هي حماية الحواف الويديان حماية المياه والطربة هناك أشغال كثيرة أيضا من أجل الحماية وهناك قلنا محورة على الأعمال الهيكلية ولا الاستراتيجية فأيضا الهدف منها هو وضع مناخ أو وضع يعني مناخ ملائم للاستثمار في المستقبل يعني على المدى القاسير والمتوسط تكون نحطوا منصة صالحة للاستثمار خاصة المستثمرين الخواص ما هي هذه يعني كيف تكون هذه المنصة بفك العزلة عبر تهيئة وفتح مسالك الغابية ومسالك فلاحية ومسالك ريفية توفير المياه توفير المياه جلب المياه نحو السكان المحليين كذلك توفير الطاقة الشمسية خاصة هذه كل هذه الأشياء راح تحطي لهذه المنطقة خاصية تسمح في المستقبل القريب للشباب المنطقة أنه يعمل مشاريع خاصة به واستثمار خاص به سيدة رتيبة يعني السلطات المعنية تولي اهتماما كبيرا لهذا مشروع السد الأخضر يعني في نظركم ما هي الأهداف المتوخات من إعادة بعثه من جديد وبمعنى آخر أصح استكمال ما تبقى من السد الأخضر صحيح هي صحيح أنه هذا المشروع مشروع دو أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر ككل وبالنسبة للمنطقة هذه المنطقة هي منطقة جد عندها فضل كبير ومساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني في العديد خاصة لحوم الحمراء هي المنطقة منطقة السد الأخضر هي المنطقة السهبية خاصة وإن كان موالين يعني هذه اللحوم الحمراء العديد من المنتوجات تجينا من هذه المنطقة بالمقابل هذه المنطقة هي الأكثر عرضة لتغير منها خاصة فيما يخص الجفاف هذه المنطقة يعني يمسها الجفاف ويمسها الزوابع الرملية والغبارية شاهدنا أنه مؤخرا نحن كان نقوله زوابع رملية والغبارية الناس يتساهلوا في هذه الأمور يحسوا بلي كما احنا في شمال الجزائر يجينا أوقات وين جي زوابع رملية يوم يومين ولا نص نهار ونشوفوا الشحال نحن نتأثروا منها في هذه المنطقة هم زوابع رملية حتى العديد من مناطق الأشخاص هجروا سكاناتهم وهجروا يعني حياتهم اليومية في مناطق بسبب هذه الزوابع رملية والغبارية يعني قلنا بلي هذه المنطقة هي متأثرة بالجفاف متأثرة بالزوابع رملية والغبارية وعندها إمكانية كبيرة تقدمها للاقتصاد الوطني نحن الآن هذا مشروع السد الأخضر يجي كمشروع للتنمية المدمجة مع انتهارا عرضنا جميع القطاعات الفاعلة وجميع الهيئات الفاعلة في هذه المنطقة للمساهمة في هذا المشروع رح يكون كمشروع للتنمية المحلية نحن نحط الأسس يعني قلنا الأساس الأول هو حماية التربة ما نقدرون نديره زراعة ولا غراسة ولا أي تنمية إذا كانت التربة متدهورة والبيئة متدهورة قلنا بالزاوية بعرمليا والغبارية إلى آخر نحن نحط نحن نحط الأساس التنمية المستدامة وفي المستقبل القريب يكون هناك نحيوها يعني نحط ركائز للتنمية المستدامة وليفتح مجال لاستثمار في هذه المنطقة وكي نقول في هذه المنطقة هي منطقة جد متنوعة يعني هو عبارة عن شاريط يمتد من شرق البلاد إلى غربه على 13 ولاية 183 بلدية وكتر من 1200 منطقة هذه المنطقة كي نشوفها من هذا الاتخاذ الولاية هذه 13 ولاية نشوفها من الشرق نحو الغرب هي ولايات هو منطقة جد متنوعة من ناحية المناخ من ناحية يعني الإمكانيات كل منطقة مع أنتها رح يكون هذه المشاريع التنموية بعلاقة بالإحتياجات بتاع كل منطقة ولا واش تستطيع كل منطقة باش تعطينا يعني السيد رئيس الجمهورية حث على ضرورة العمل على الجعل المشروع برؤيته الجديدة يعني مشروعا هو مشروع لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر يعني ممكن تحثين على تفاصيل هذه العبية صحيح قلنا أنه من أجل الأمن الغذائي هو رح ينوعه في الغراسات حتى يعني حتى في الغراسات الغابية رح تكون أشجار وأصناف لعندها فائدة اقتصادية نعم بعض هذه الأصناف رح يكون يدخل في الصناعات التحويلية مع أنتها السكان المحليين يعني من خلال هذه الأصناف وحتى يعني بعد سنوات كي يكون نتيجة إيجابية لهذه الغراسة رح يكون ما من نباتات يعني حتى نباتات عطرية وطبية في المنطقة هذه كان العديد من الناس اللي يعني رح يندخل لاستخلاص الزيوت من نباتات العطرية والطبية هناك بغرس الأشجار المثمرة رح يكونوا مثلا في وليت خنشلة يعني كان مناطق نجحت فيها هذه الغراسة تحتى الأشجار المثمرة حتى أنه رجعوا يطالبوا بالصناعات التحويلية نعم معناتها كل منطقة هناك أيضا الحلفاء هناك مساحة شاسعة من الحلفاء في المشروع الثاني كان إعادة تأهيل مساحات الحلفاء لماذا؟ لأن الحلفاء تدخل في الصناعات التحويلية أيضا هناك هذا المربي المواشي في المنطقة هذه إذا ما زدنا الوحدات العلافية رح يزيد رؤوس المواشي رح يعني فكرنا في إعادة بعث شعبات الصوف وكذلك نقدر من خلال أيضا البان والأجبان نقدر نخلق يعني منشآت ولا مؤسسات مصغرة من أجل هذا العملية هذا النشاط هذا كان أيضا نباتات عطرية قلناك مثل إكليل إلى آخره ونقدر يعني يكون هو أساس صناعة التحويلية هناك أيضا من بين الغرسة الرعوية هناك التين الشوكي أيضا هذا الغرسة التين الشوكي هي هو يعني ينجح كثرة في هذه المنطقة ورح يكون هو يستعمل يعني يعني الأجزاء منه يستعمل كعلف للماشية لكن بالمقابل عنده زيت نافع كثير يستعمل للطيب يستعمل للتجميل إلى آخره ومن خلاله يعني الصناعة التحويلية في هذا المجال راحين يرجعوا بالفائدة الكبيرة على المنطقة وعلى المؤسسات الناشئة مع أنتها كل هذه المحاور راح نقدر نخلقه من خلالهم يعني ديفيليا شعب نعم ومؤسسة ناشئة ومصغرة تنشط في هذا المجال نعم في نفسي أستاذة ما هي الآليات أو ميكانيزمات التي يجب أن تتبنى سلطات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الاقتصادية والتي يدعو إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صحيح هي لإنجاح هذا المشروع قلنا هو مشروع تنموي مدمج يجب مساهمة كل قطاعات ليس فقط قطاع الفلاحة نحن لذلك لكي نحقق هذا الإدماج كل القطاعات فكرنا في وضع هيئة تنسيقية فيها فيها ممثل عن العديد من الوزارات نعم هذه الهيئة التنسيقية فيها يعني الوزارات وفيها أيضا الجمعيات وطنية نعم كجمعية الموالين الجزائريين إلى آخره راحين هادوما يساهموا في المتابعة ودمج مشاريع تنموي الخاصة بكل قطاعات إلى مخطط تنموي لوزارة الفلاحة وتنمية رفية أقدم على الأخير رح يكون عنا رح ينحقق الصحيح يعني بصفة جدية تنمية المستدامة والمدمجة كذلك على المستوى المحلي هناك قلنا هي مجالس مكونة من العديد من القطاعات ويشرف عليها سيد الوالي في كل ولاية في عبر يعني 13 ولاية السد الأخضر الوالي هو رأينا أنه الوالي هو اللي يقدر يحقق هذا المتعدد القطاع يعني يعطي للمشروع متعدد القطاعات يعني بوجود الوالي هو اللي يشرف على هذا المشروع للحديث عن المؤسسة الناشئة يعني كيف يتم ادماجها في تحقيق الرؤية الاقتصادية وما هي الاستراتيجية المعتمدة في ذلك هي مشروع سيد الأخضر هو برنامج يمتد إلى 2030 الشطر الأول 2023 بقيمة 10 مليار دينار يعني تم الانطلاق في إنجازه نعم ويمتد على 3 سنوات هو هو شطر 2023 لكن بما أنه فيه غراسة الغراسة تحتاج إلى 3 سنوات باش يعني تكون اوتونوم هذه النبتة ترجع قادرة باش تحمير نفسها بنفسها وتعيش يعني يكون على 3 سنوات هذا الشطر الأول طلبنا من يعني شرطنا على مؤسسة الإنتاج أنه يكون مداولة نظر بالعربية مناولة مناولة صحيح صحيح شكرا مناولة معها يعني بجزء كبير معها هذه المؤسسة الناشئة نعم يعني إدماجهم في هذا الأشغال خاصة أشغال الغراسة الحراسة كلهم يعني في الاختصاص نعم سيدتي كسؤال آخر يعني تم تقسيم هذا المشروع على عدة مراحل إلى غاية 2030 يعني ممكن تحطينا على نتائج المحققة حاليا ومتى سيبدأ ثمار هذا المشروع نعم هو انطلقنا في هذا المشروع في 2023 شيء الجديد أيضا اللي أضفنا في هذا المشروع أنه راح يكون مرتكز على كل ما هو علمي لذلك أدخلنا أدمجنا مكتب دراسات الخاص بالتنمية الريفية هو البنيداء هذا المكتب راح يقوم برقمنات المشروع راح يقوم برقمنات المشروع اللي راح يسمح بالمتابعة الآنية والحالية لهذا المشروع معناتها راح يكون بمجرد أنه نشوفه خلل في نقطة معينة أو راح يكون التدخل و يعني إيجاد الحلول أيضا راح يوضع لنا منصة رقمية ومخطط للمراقبة والتقييم كل شطر راح يكون عنده مراقبة والتقييم وإعطاء يعني نظرة جديدة للشطر اللي يليه يعني راح يكون كل شطر يكمل الشطر الأول نعم الآن نتائج الآن هي نتائج نحن نفتخره أنه يعني على الأقل السكان المحليين راحهم يعني متفائلين بالمشروع راحهم مدماجين في المشروع راحهم يسناو بفرق الصبر يعني نتائج بدنا في انطلاق الأشغال الأشغال هي عبارة عن غراسة غير عبارة عن فتح وتهيئة المسالك عبارة عن فتح نقاط المياه راحي يعني أشغال راحي متواصلة نعم نعم بهذا مشاهدين وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج متابعات وشكرا لسيدة رتيبة عربادي على كل هذه التوضيحات الثرية وشكرا أيضا على تلبيتك الدعوة وحضورك معنا في البلاطو لا عفو هذا شرف يعطيك صحة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء